المعتصم كانت في بداية القرن الماضي قصبة أو قرية صغيرة تابعة إلى مدينة سامراء وسميت بأسماء عدة منها الطريشة والشيخ رياح نسبة إلى هاتين المنطقتين الموجودتين حاليا فيها وسميت الصعيوية نسبة إلى منطقة الصعيوية وسميت بهذا الاسم نسبة إلى رجل كريم كان ساكنا فيها واسمه صعو ولغرابة الاسم سميت بالصعيوية وبعد استحداث محافظة صلاح الدين تم ضم جميع الأقضية والنواحي إليها وتم استحداث وحدات إدارية جديدة طبقا للتقسيم الإداري الحديث سميت هذه المنطقة بناحية المعتصم في العام 1976 من القرن الماضي واعتبرت وحدة إدارية تابعة إلى قضاء سامراء المناطق الأثرية والتراثية في الناحية ولكون الناحية تتبع لقضاء سامراء فإننا نرى إنها تزخر بتأريخ وتراث كبيرين لأن المنطقة تقع على مجرى نهر دجلة ومنذ قديم الزمان كانت تأهل السكان والمزارعين فنرى إن تل الصوان أكبر دليل على ذلك يقع تل الصوان قرب النصب المعروف بالقائم على الضفة الشرقية لنهر دجلة جنوب مدينة سامراء وعلى ملسافة 11 كيلومترا وإن البقايا الآثرية للموقع تؤلف تلا بيضويا الشكل تقع طوله من الشمال إلى الجنوب 230 مترا وعرضه من الشرق إلى الغرب 110 أمتار ولا يزيد ارتفاعه عن ثلاثة أمتار ونصف عند أعلى بقعة على السطح إن أول من التفت إلى الطبيعة الأثرية لتل الصوان هو العالم الألماني أرينستد هستيفيلد الذي كان ينقب في أطلال سامراء الإسلامية فقامت المديرية العامة للآثار في العام 49 من القرن الماضي بالإعلان عن أثريته وميزته عن نوعية الملتقطات المنتشرة على سطحه وثبتت أزمانها الحضارية وتراث الناحية زاخر بالأحداث حيث نجد خان الصعيوية والذي يقع في مدخل منطقة الصعيوية التابعة للناحية ويعود تاريخ إنشائه إلى العام 1750 من الميلاد وهو واحد من الخانات التي تقع على الطريق المؤدي من شرق العراقي إلى مدينة سامراء لاستراحة الزائرين والوافدين إلى المدينة من بلاد الشرق وهو عبارة عن بناء مستطيل الشكل بطول خمسين مترا وعرض ثلاثين ومن خلال تصميمه وبنائه كان يراعى فيه مختلف الضمانات لراحة المسافين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة